أكدت الأمم المتحدة توقف عمليات المساعدات الإنسانية التي تقدمها المنظمة في قطاع غزة بسبب أوامر الإخلال الإسرائيلية لمنطقة دير البلح بوسط القطاع يأتي ذلك فيما حذرت منظمة الصحة العالمية من أن المرافق الصحية في القطاع معرضة لخطر توقف بسبب ممارسات جيش الاحتلال قلق واسع وعميق أبدته الأمم المتحدة ومؤسستها حيال القدرة على توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان في قطاع غزة وذلك غداة أوامر إخلاء إسرائيلية جديدة أثارت المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع المدمر من جراء العدوان المستمر جيش الاحتلال الإسرائيلية أصدر أمراً بالإخلاء في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بوسط غزة ما أثار حالة من الفوضى والقلق بين المرضى وألاف النازحين إلى المكان علاوة على أوامر بالإخلاء شاملت مناطق أخرى بالقطاع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أعرب عن قلقه البالغ إذا أوامر الإخلاء الإسرائيلية وأشر إلى أنها تشمل 15 من المرافق التي تأوي موظفين أمميين ونشطاء في منظمات غير حكومية وأربع مستودعات تابعة للأمم المتحدة نظراً لتواجدها إما في المنطقة المشمولة بأمر الإخلاء أو قربها وقال المكتب إن الأوامر الإسرائيلية بالإخلاء تعوق عمل مركز إنساني كامل تم إنشاؤه في دير البلح بعد إخلاء رفح الفلسطينية جنوبي القطاع في مايو الماضي المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش أعرب أن أفراد طاقم وكالة الأمم المتحدة لغوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا سيواصلون عملهم لكن ضمن قيود لافتاً إلى أن ما سيوفرونه من مساعدات لن يكون إلا قطر في محيط الاحتياجات من جهته قال مدير منظمة الصحة العالمية تدرس أدهنوم إن المرافق الصحية في القطاع باتت عرضة لخطر التوقف عن العمل بما في ذلك مستشفى شهداء الأقصى